تغذية البراميسيوم البراميسيوم هو كائن حي وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطلائعيات قسم الأوليات شعبة الهدبيات يتميز بشكل مغزلي طرفه الأمامي عريض والخلفي مدبب يحتوي التركيب الخارجي للبراميسيوم على قشرة تعطيه شكله المحدد وهذه القشرة محاطة بمجموعة من الأهداب تساعد في عملية الحركة أما عن التركيب الداخلي فيشمل الإكتوبلازم وهو غلاف خارجي شفاف والإندوبلازم وهو داخلي محبب يوجد به نواتان كبيرة وصغيرة حيث تختص النوات الكبيرة بالعمليات الخضرية أما النوات الصغيرة فتختص بالتكاثر هذا بالإضافة إلى وجود ميذاب فموي ينتهي ببلعوم يدخل من خلاله الغذاء كما اجتمل تركيب البراميسيوم على فجوتين منقابضتين تصب في كل منهما عدد من القنوات الشعاعية الصغيرة يعيش البراميسيوم في البرك وقنوات المياه العذبة وتغذى على الكائنات الحية الدقيقة الموجودة فيها مثل البكتيريا تبدأ عملية تغذية البراميسيوم بأن تدفع الأهداف الموجودة في الميذاب الفموي بتيار الماء المحمل بالغذاء باتجاه الفم الخلوي ويعمل الغشاء المتموج على إدخالها في البلعوم الخلوي حيث تتجمع المواد الغذائية مع قليل من الماء مكونة فجوة غذائية عند نهاية البلعوم الخلوي وعندما تصل هذه الفجوة إلى حجم معين تنفصل عن نهاية البلعوم الخلوي وتبدأ الفجوة الغذائية رحلتها في الدوران في الأندبلازم ليتم الهضم وخلال هذا الدوران يفرز البراميسيوم إنزيمات هاضمة من الليسوسومات إلى داخل الخلية لتحلل الغذاء وتسحب نواتج الهضم إلى السيتبلازم وتستكمل الفجوة الغذائية دورانها ولكن بحجم أقل إلى أن تقترب من فتحة الشرج المؤقتة وتنفجر طاردة بذلك الفضلات للخارج أما الإخراج الماء فيتم عن طريق الفجوات المنقابضة التي تختص بتنظيم المحتوى المائي للجسم حيث يتجمع الماء الزائد عن حاجة جسم الحيوان داخل قنوات شعاعية يتراوح عددها بين 6 إلى 8 قنوات وبعد امتلاء هذه القنوات تدفع الماء إلى الفجوة الوسطية الكبيرة والمستديرة الشكل وعندما تصل هذه الفجوة إلى حجم معين فإنها تقترب من السطح حيث تقوم بطرد محتوياتها من ماء إلى الخارج عن طريق ثقب مؤقت في طبقة الجليد